في نفس المكان هنا كنت الحقيقة بحتفل مع جمهور النادي الأهلي بعيد ملاد الكابتن الكبير والأسطورة والنجم والرمز وقول عنه زي ما أنت عايز تقول كابتن محمود الخطيب لكن في قصة يمكن طبعا أنت كليك دور كبير جدا مع كابتن خطيف في بدايته كلاعب طبعا لكن في قصة يمكن بسمعها لأول مرة النهاردة من كابتن فتح نصير وهي إزاي انتقل كابتن محمود الخطيب وجه وبقى واحد من نجوم النادي الأهلي وكابتن فتح نصير كان صاحب دور رئيسي صاحب دور بطولة يعني انجاز التعبير في القصة دي الحقيقة بصة بحمود الموضوع بتاع محمود القديم الناس كتير القصة دي يعني معروفة أو كان لها لكن زي ما أنت تفضلت الوقت بتقول أن كمل 68 سنة مظبوط أنا بقولك لا أكمل 52 سنة 52 سنة ليه لأن 52 سنة أهلي مش 52 سنة عمره أنا أحسب له من يوم ما داخل النادي الأهلي لأن احنا في قناة النادي الأهلي أكتر من نص قارن في النادي الأهلي أكتر من نص قارن في النادي الأهلي فدي يعني برضو حاجة 52 سنة من يوم ما دخل 1970 وارتباطي به مش ارتباط مدرب بلاعب أول مرة شفته كاتفين يا كابتن فتح أول مرة شفته في السادقاهرة في السنوية الراضية كنت رئيس قسم الكورة وكنا بنعمل اختبارات عشان دخول اللعيبة اللهم يقدموا للسنوية الراضية فكان هو في الاختبارات وبرضو حصل شوية حاجة من أولها كده برضو إن كنا عمليلهم اختبار معين كان دايرة نص قطرها متر وحافظ الكورة في الهواء ولما الكورة بتقع بتروح تجيبها فدي طبعا لو الكورة وقت وانت تروح تجيبتها العدد المرات اللي انت بتنطق بها الكورة بتقل يعني بدل من خمسين من واحدة حتى تبقى أربعين واحدة هو الكورة منزلتش من دماغه وكتافه طولة دقيقة طولة تعالى عطينا أنا ما كنتش عارف لمن خطيب ولا كده هو مكتوب قدامي محمود إبراهيم إبراهيم عبد الرازق الخطيب بس أول مرة تشوفه طبعا أول مرة تقعد هنا فبعد أعمل اختبارات للباقيين فأجوم بكل شوية يقول لي أهوم يا كابتن أقول لا لا خليك أعني أهوم يا كابتن فأنت مش هتقوم خلاص خلاص أنا مش عايز أضيع وقتي في لاعب بيلعب أصعب حاجة حتى إحنا كمدربين أو اللاعب عرفين مهارة ضرب الكرة بالرأس والاحتفاظ بها في الهواء من المهارات الصعبة جدا لأنها عايزة سنسة عايزة عنك فتحة عايزة أنك بتشوف عايزة تتكلم على العيب في الوقت ده عنده 16 سنة 15 سنة ونصر فطبعا خلاص يوعد وبنكمل الباقيين كل شوية فأنا سامع واحد بتتكلمه قوله أنت ما جبتش واسطة ده بتعناد الأهل ده قاله طب يعني نعمل ايه قاله ما جبتش واسطة قاله لا قاله طب ما حدش تتكلم عليك قاله لا فكل شوية أهوم يا كابتن أقول لا فالتاني قوله ومشان قلتلك فالمهم سيبتهم وخلصنا الاختبارات وروحنا طلعين طبعا سنورة دي دي قد في القمة كان فيها بقى طبعا نمازج من اللاعب الكبار سواء أهل أو زمد لسه ما أقول السنوارة دي ولا دي قصة يعني لا بس هدفها كان سامي ونضيف بس طريقة استغلالها كان مش كواس اي بعد كده يعني لكن الجيل ده كان في مين كان في زيزو عبيزة عبد الشافزة كان في فاروق عفر كان في الخواجة كل دول كانوا سنورة رياضية كلما مع بعض وده عشان تخشها لازم تبقى عندك لازم تكون مهارات عالية بعد الإعدادية فده كانت الاختبارات اللي احنا يقبل عندهم تدخل أو ما تدخل وكان بيخش بدون مجموعة فيها لأن في الإعدادية لازم يخش مجموعة تخش سنوية عام فده كانت بتخش تعتبر سنوي من غير مجموع لأن مهارة كرة القدم زي الأمريكا مثلا ما بتعمل الأبطال المنح الرياضية فيه كرة سلة وفيه جنباز فيه كرة طايرة في جميع الألعاب وعدي فكرة حلوة يعني أنا مش عايف ليه مش حاجة يعني داي بلعب يسأل ليه الحاجات دي مقيمين أكل الشرب إنهم هناك موجودين في السنوار دي خروجوا بس خميس الجمعة زي كل حد بها بالضبط فققوا يروحوا متشاتهم لو كان فيه متشات بعدين طالعنا المكاتب بقى فحطين لستة برم مين أسماء اللعبة اللي نجحوا في الاختبارات عشان يكملوا أوراقهم تمام فلقيتوا بيخبط ويقول لكابتن هو الأسماء اللي بره لنجحين ولا لسقطين قلتوا لي مش مكتوب فوق المجموعة اللي قبلت وعليهم استكمال الأوراق وكده قال لي بس أنا لقيت اسمي وأنا مختبرتش قلتوا من اللي مكتوب بره محمود إبراهيم إبراهيم عبد الرزق الخطيب تلاتين عشر اربعة وخمسين ما أنا فاكرو قد قد قال لي قد رغسوا ده النجحة ويمشوا قاعدة ومرضوا مش في دماغي بس شفتوا اللعب كويسي بعد ما اشتغلنا ودخل في السنواء الرضيية وبدأ يتمرن وبدأ يلعب بدأ أنه عنده الرغبة أنه يجنر لها